التعريب بالشيخ حمدان بن أحمد لونيسي الحلقة 132 من سلسلة تاريخ الجزائر المعاصر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأعطكم مصدر ومرجع المعلومات الشيخ حمدان لونيسي هو الشيخ حمدان بن أحمد لونيسي أو ابن لونيسي ولد في سنة 1856 ميلادي في مدينة رسنطينة من عائلة عريرة وفي سنة 1881 ميلادي عينا مدرسا بالجامعة التبير برسنطينة وعمره لا يتجاوز 25 سنة وتان هذا المنصب يخصص في العادة لاتبار الشيوخ وفحول العلماء ولاتن الشيخ حمدان تمتن من ملء متانه في الجامعة التبير وأصبح من عيان مدينة رسنطينة وتان في سنة 1891 ميلادي من بين عيان المدينة الذين وضعوا توقيعاتهم على عريضة مظالم من سكان رسنطينة ضد السلطات الفرنسية ظل الشيخ حمدان لونيسي يمارس دوره في الجامعة التبير في منصب مدرس ومربي الجيل الذي ساهم في تحقيق نهضة الجزاء العلمية والثقافية طراب الثلاثون سنة وقد وصفه واحد المستشريطين الفرنسيين بأنه تان من بين المدرسين الأرثر ذاته وإخلاصا للتعليم الإسلامي وفي سنة 1910 ميلادي طردته لإداءة فرنسية من منصبه وتان إمام الحارة الإصلاحية رأي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الحميد بن باديس قد التحط بدروسه في سنة 1907 ميلادي وعمره أن ذات 18 سنة وتان من أصغر تلاميذ الشيخ لونيسي وبعد أن تم طرد الشيخ لونيسي من الجامعة التبير فضل التوجه إلى البقاء المقدسة وزيارة الحرامين الشريفين وتان ذاته في سنة 1910 ميلادي واستطر في المدينة المنورة والتف حوله عدد من التلاميذ ومن العائلات الجزائرية المهاجرة ومنها عائلة الشيخ البشير الإبراهيمي وعائلة الشيخ الطيب العربي وتد التحط الشيخ عبد الحميد بن باديس بأستاذي لونيسي في المدينة المنورة وأراد البطرة هناك ولاتنا الشيخ عمدان لونيسي نصحت الميذة وعبد الحميد بالعودة إلى الجزائر لتنوير الشعب وزربوا ذور النهضة والانبعاث وفعلا بعد عودة الشيخ عبد الحميد بن باديس واجتماعي بأصحابه النجب من أمثال الشيخ الإبراهيمي والشيخ العربي تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تأنت حركاتها خيرا وباطع على الشعب الجزائري وبعد السنين طويلة تضاء الشيخ حمدان لونيسي في الددريس بمدينة الرسول العظم محمد صلى الله عليه وسلم أي المدينة المنورة التحط بجوار ربه ودفن هناك وبداية كان الشيخ عبد الحميد بن باديس عندما يذكره يقول عنه شيخي وأستاذ العلماء الفاتح سيدي حمدان لونيسي دافين طيبة طيبة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد